بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده موجه لكل طلبة السنوية العامة سواء علمي او ادبي علوم او رياضة ويخص المواد كلها مش الانجليزي بس وموجه للطلبة والطلبات اللي في سنة العامة واولي امورهم احنا في الوقت اللي احنا في ده في حاجة بتحصل في مشكلة كبيرة بتواجه الطلبة وممكن تكون في نفس الوقت بتواجه اولياء امورهم حاليا ايه مشكلة كبيرة جدا 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 ودي قابلتني مع ناس كتيرة جدا اشتكولي منها ايه هي التشتت ايوة التشتت يعني ايه التشتت ان العيل او العيلة من دول طبعا عينا كلهم يلاقي نفسه عنده خمسين مصدر للمادة ملخصات من هنا كتب من هنا قنوات من هنا صحابه من هنا تعال يا دنيا اسمع مش عارف مين خد ياد مش عارف المنزمة دي خد ياد الكتاب ده خد يا بيت اسمع الفيديو دوت مش عارف مين شرح ايه الاقي مصادر كتيرة جدا وبينتج عن هذا التشتت بذكرش حاجة خالص يعني مثلا انا هتكلم ويريد اللي انا هقوله فيما يخص الانجليزي يتطبق على المواد كلها الانجليزي مثلا الانجليزي مادة بسيطة جدا بسيطة جدا في ذكرتها لكن البعض بيحس انها جبل ليه لان الامتحان بيشمل كذا حاجة انا اطلب اطلع طالب ناصح احدد مصادر المذاكرة بتاعتي ليه مصر فيها الاف المدرسين بتقول انجليزي كل برسله طريقته فيها مئات الكتب الخارجية فيها الاف الملازم وكل منهج واحد كل منهج واحد انا عبكلمكو تاني عايزين نعالج مشكلة التشدد او تراكم مصادر المذاكرة في المادة الوحدة اعمل ايه هقول لكم تعملوا ايه بمنتهى البساطة لان اللي بيحصل ده كأن بالضبط باخد درسة عند مئة مدرس مانا لات باخد درسة انجليزة عن مستر خالد شندي ومستر عالي ومستر محمود ومستر حسين ومستر ابراهيم ومستر كذا الاريزابيست والعمالقة والجينيوس هتلاقي الدنيا ما تهدش طب اعمل ايه خده بقى جنته احرار دي نصيحة يعني نصيحة السنين زي بيقولوا دايما احدد او طالما نهج واحد احدد مصدر واحد للمذاكرة مثلا انا هتكلم عن انجليزي وايه سعالي المواد كلها هو امتحل انجليزي عايز مني ايه عشان ادخل احله مطلوب اكون عارف ايه واعمل ايه عشان ادخل احل امتحل انجليزي واقفله خدوها معايا كده واحد اثنين ثلاثة انا بتكلم عن انجليزي تحديدا وطبقوا الكلام ده على اي مادة تانية في اي مادة في الدنيا في حاجتين في حاجة اسمها تحصيل وتطبيق بحصل المادة او المعلومة وطبق عليها طبعا التطبيق استنادي غير كل سنة دلوقتي بحاول اطبق على نواتج التعلم اللي بيتكلموا عنها اللي هي ايه نواتج التعلم دي انا فهمت ايه انا فهمت ايه مش حفظت ايه اه في حاجات مطلوبة فيها حفظ لا جدال لازجوا عندك حصلت كلمات لكن جنب الحفظ الفهم نرجع بقى تاني انا عايز ايه عشان ادخل احلم تحال انجليز ايه اللي حصله وايه اللي هطبق عليه التحصيل واحد كلمات المنهج حدد مصدر واحد احفظ منه الكلمات سواء مذكرات عندك كتاب خارجي ملخصات ايا كانت عندك خمسين مصدر حدد مصدر واحد منهم كل مصدر زي بعضها هو المنهج واحد كلمات يونيت 1 هنا زي هنا زي هنا زي هنا وهكذا غيرت يونيت 16 يبقى رقم واحد الكلمات والتعبيرات والمصطلحات عشان ما شتتش نفسي احدد مصدر واحد بس اذاكر منه حتذاكر من 15 مصدر انت حر براحتكم حتلاقي نفسك في الاخر دماغك ضربت حتى لو عندك 20 مصدر حدد منهم مصدر واحد ورمي الباقي ما اقول له منهج واحد كلمات منهج جرامر برضو احدد مصدر اراجع منه الجرامر زي عندي ملخصات عندي كتب عندي فيديوهات طبعا انا مش عايز اقولك احنا عملنا على يوتيوب هنا لغاية الحمد لله لغاية يونيت وصلنا لغاية يونيت 13 مراجع على الجرامر وحل على الاسئلة والجرامر على كل يونيت ده ممكن اخدهم كمراجع او في الجزء التاني هكلم عنه موضوع التطبيق انا بكلم عن التحصيل اذاكر منين احدد مصدر واحد للكلمات مصدر واحد للجرامر لو عندي كذا مصدر استسهل نفهمه بسبب مذكرات عندي او بذاكر الفيديوهات ايا كان بس ما تشتتوش نفسكم ارجوكم ما تشتتش نفسك عشان انا عارف دلوقتي ايه اللي بيحصل يا بنت تعالى ده مش عارف يد فيه مش عارف فيديو مش عارف عن مادة ايه او فيه ده مش عارف شرح ايه وفيه ده كتاب ديزل مش عارف ايه يد مش عارف انتو انتو احرار اذا كلام واضح الانجليزي كلمات منهج جرامر منهج خلاص كلمات القصة كلمات القصة وممكن ابقى عارف فكرة عامة عن الاحداث مش هزا ما احفظ الاحداث اسئلة هتبقى عبارة عن اسئلة كلمات الدخلة في الامتحان طب اذاك من كلمات القصة لو عندك مليون مصدر اختار مصدر واحد كتاب خارجي ملزمة مدرس شرح على يوتيوب ايا كان باختار مصدر واحد يبقى تاني اهو عشان مشتتش نفسي ابقى عارف انا بعمل ايه بالزبط كلمات منهج كلمات قصة كل واحد مترات دول احدد لهم مصدر واحد مصدر واحد اذاكر منه اللي عايشات تشتت انا بكلمكم كلام واضح لان اللي حايشات نفسه لا يخسر في الاخر المصادر كتير لكن المنهج واحد انا عندي خمسين مصدر لكلامات القصة هي سجين زنده يبقى الكلمات هنا زي هنا زي هنا ليه اروح مكوم خمسين حاجة قدامي وفي الاخر اتفرج عليهم ارني كل دول واخد مصدر واحد ذكر منه حدد مصادر المذاكرة هترتاح طول ما انتحاطت لجابة الكتب كده قدامك والله ما هتذكر منه ولا كتاب انا بتكلمكم عن خبرات سنين سابقة مع طلبة سابقين قبليكم والغاية دلوقتي المشكلة بتزقى ايه التشتت هتحطي لجابة الكتب في مادة واحدة مش هتذكر منه ولا حاجة خالص حدد انت عايز ايه حدد مصدر واحد تذكر منه لانه هو المنهج واحد المنهج واحد فيه خمسين الف مليون مصدر مش هلاح عليهم كلهم يبقى حدد لمصدر واحد خلاص بعد كده قلنا كلمات منهج كلمات قصة ايه تاني هنخش على المهارات ابقى عندي اهم فحاجة سكيلز بقى السنة دي بتختلف عن السنة اللي فاتت بتاعنا كله اختيارات الكمبريهنشن والريتنج والترانسليشن محتاجين كلمات عامة اي مصدر عندي بالكلمات الترجمة اي مصدر مختصر وفيه كلمات مهمة احفظه واذاكره واي مصدر عندي بيشرح لي برضو لو خمسين مصدر احدث مصدر واحد منهم اي مصدر واحد بيشرح لي الترقيم والبراجراف بداية والحاجات دي كلها عشان لما ادخل الامتحان الاختياري برضو اذاكره للمهارات المهارات محتاجة كلمات عامة وبعض القواعد الخاصة بالمقال عن نظام الاختياري ايه تاني بس يبقى انا عايز اذاكر خمس حاجات خمسة هم في وش العدو عشان الحسد خمسة عشان الحسد وكل واحد من الخمسة يبقى عندي مصدر محدد اذاكر منه واحد كلمات المنهج البوكاب اتنين الجرامر تلاتة كلمات القصة اربعة اهم قواعد المقال اللي هي خاتمة المقال مقدمة المقال في قصة المقال اسمها ايه اجزاء الكلام يعني ايه اجزاء الكلام اروح جايب كتاب زي المعاصر ابدأ احل منه كتاب زي جيم احل منه فيديوهات اسمحها مش هلاقي نفسي حاطت قدامي ما لازم الاستاذ واكتاب جيم وكتاب المعاصر وعند فيديوهات وما لازم مش عارف مين وحزاس مصري فين وتك تك 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 خمسين الف حاجة وايدي على خد كده لا يا حبيبي المخ الوسخ هو اللي بيودك الوصالك لكده السنو ميرش كده ابدا ميرش حط ميت حاجة واقعد حطي ده على خدي انت عايز تطبق هو كل الاسئلة دي على حاجة واحدة على منهج واحد يبقى حدد كتاب واحد مصدر واحد مع المدرس بتاعك حل معاه اذا كان بيديك ملازم حدد انت بتراجع منين يعني مثلا انا مش عايز اقول اتكلم عن نفسه عشوالش ده بيراج لنفسه اي مدرس فلاش انا يا سيدي اي مدرس اكيد دي راجع مع طلبة اخر السنة بيجي في بعض مثلا ملازم فيها امتحانات يبقى دي تركز فيها قوي يعني انا مثلا بدي امتحانات طلبة بتاعه وزميل نفس الحكاية برضو كل مدرس بيدي في الاخر ملخصات سواء ملخصات كلمات مصادر معرفة او ملخصات كاسئلة انت حدد بقى يا بيه انا بيجي اخر السنة المدرس بيحل معايا امتحانات ما اللي بيحلها المدرس معاك دي هي زيها زي اي فكان في الدنيا مش الشيخ البعيد بسره باتع مطلوا التفكير التعبان ده ما اللي بيحل معاك المدرس ده اللي بيحل معاك المدرس ده هو زيه زي اللي بيحل المدرس التاني والتالت والرابع والعاشر هو المنهج واحد جملة على المواد البسيط في unit 1 التاني مش هيختلف لك مواد بسيط بشكل جديد قاعدة F عمره ما فيه درس هيقلف لك F جديدة لكن المخاخ التعبانة يقول لك الشيخ البعيد سره باتع اجري اخر الدنيا مع صاحبتي او مع صاحبي عشان مش عارف فيه مش عارف ايه ويقول يا ريت ما كنت روحت وممكن يكون المدرس اللي معاك مدرس زي الفل ومحترم لكن عشان هو محترم وتحت ايدك وقدامك لا انا عايز البعيد او سره باتع هيديني F جديدة هاي شراء اللي خالت اي وش بنظام هيحطين عليها سكر بقول هالكو تاني التشتيت معناه الفشل خلاص فنصيحتي لوجه الله من دلوقتي شوف المصادر اللي معناه فتحتك كلها وحدد حاجة محددة ذاكر منها هترتاح اوي 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 وحتقول اللي وحدد النصيحة دي هتفرق معاكو جدا ما تشتتوش نفسكو بمصادر كتير وفي الاخر ابي اعمل كده ما حصلتش حاجة تمام حددو دي نصيحة الوجه اللي حدد المصادر المذاكرة بتاعتك اعرف كل مادة مطلوب منها ايه ذاكر لها وحل عليها شكرا حتخش تحل نتحنكو بقى زج الفل تمام وان شاء الله ده بس ده كان فيديو كنصيحة لحبايبنا وحبايب اللي تتهمانا ربنا يكرموا كلهم ازاي ازاي ما شتتش نفسي اللي من طول خلاص وربنا يكرمكو وبالتوفيق وان شاء الله نفرح جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة